بالتأكيد سيد محمد الشاعر السوداني عندما أطلق برنامج الحكومة وتسلم مهمة قيادة الدولة العراقية وعدد الدولة العراقية بأن يكون هناك منجز على أرض الواقع وهذا المنجز بكل تأكيد يجب أن يكون هناك من يقيم هذا المنجز فبالتالي يجب أن يكون هناك برنامج لتقييم الأداء وهذا التقييم سوف تقوم به الحكومة العراقية وتقييم أدواتها من وزراء من مدرعامين من وكلاء وما إلى ذلك اليوم أعتقد وبقراءة واضحة وبسيطة نحن لا نحتاج إلى أن نذهب إلى علم الإدارة ونغوص في أساليب التقييمات حتى نعرف أن هذه الحكومة قد أدت معلها أو لا المواطن البسيط اليوم بيدرك تمام الإدراك وقد شخص بشكل دقيق جدا أن حكومة محمد الشاع السودان قد خطعت شوط كبير جدا في برنامجها الحكومي وهي قد تجاوزت لربما حتى النسب التي وضعتها لنفسها أو تفوقت على نفسها في قضية المنجز الحاصل على أرض الواقع نحن شاهدنا خلال أيام الماضية أن هناك الوزارات تتفاعل بطريقة التخادم وأن المكونات السياسية أيضا ذهبت بأن تتخادم فيما بينها من أجل أن يكون هناك منجز حقيقي على أرض الواقع تدفع به باتجاه إنجاح حكومة السيد السوداني فأمر طبيعي جدا أنه كل من يتخلف عن أداء واجبة في قضية البرنامج الحكومي سوف لن يكون له مكان في حكومة محمد الشاع السوداني على الجميع أن يدرك هذا الأمر لا يوجد هناك قوة من الممكن أن تعيق حكومة محمد الشاع السوداني من أن تتخذ إجراءات رادعة بحق المفسدين أو بحق المتخاذين أو بحق المتكاسدين الذين لا يؤدون أدوارهم بشكل جيد فعليه الحكومة ماضية في عملية إنجاح البرنامج الحكومي وتحقيق نسب عالية من النجاح كذلك ماضية في محاسبة المقصرين ولا يوجد هناك اليوم من أن لربما يتلكه يريد أن يتلكه أو يحاول أن يتلكه من أجل ورع العصر في الدولاب مثلما كان يحصل في الحكومات السابقة في الحكومات السابقة كأننا نشاهد هذا الموضوع بشكل كبير اليوم لا الموضوع مختلف تماما أن الجميع يتفانى ويتصارع من أجل أن يحقق المنجز والنجاح المطلوب هناك من يقول أن الحكومة انتقلت من موضوع أو أسلوب الكيفية الشخصية في تقييم المسؤولين إلى المنهاج العملي برأيكم هذا الموضوع أو هذا المنهاج هل يجب أن يعتمد في السنوات المقبلة؟ أختي الفاضة الأستفاضة حقيقة معايير علم الإدارة في قضية تقييم كثيرة جدا والحكومة قد اتخذت منهاج واضح وألمي ودقيق لمحاسبة كل من الموظفين الموجودين داخل الكابينة الوزارية لحكومة المحنشاء السودان ومنهم بدرجة مدير عام أو وكيل وزير وبالتالي والسياسيين أيضا يعني لربما أن السياسيين عملية تقييم هما راح تكون من قبل حكومة محمد الشاعر السوداني السياسيين لربما يكون تقييمهم من قبل الشارع العراقي أو من قبل ملجس النواب العراقي أو يعني هناك آليات ومؤسسات أخرى من الممكن أن تحاسب السياسي إذا تلك السياسي أو إذا تصرف السياسي تصرف لربما يؤثر على هيبة الدولة أو سيادة الدولة وما إلى ذلك أما ما يخص حكومة محمد الشاعر السودان فهو يحاسب الشخصيات التي تعمل ضمن كابينة محمد الشاعر السوداني هذا الجانب الجانب الآخر لربما أنه يعتمد هذا في السنوات القادمة أمر طفع جدا إذا نجح هذا الأسلوب في عملية تقييم الإدارات أو المؤسسات أو المسؤولين فبكل تأكيد لربما يصبح منهاج عمل في السنوات القادمة لكن هناك متغيرات ربما أنه الظروف تتغير نحتاج إلى منهاج آخر أو نحتاج إلى نظام آخر طيب سيد عادي يعني هو من خلال كلامك يعني أكو تلكؤ متعمد مسؤول أكو تلكؤ من بعض المسؤولين لتعطيل عمل الحكومة مثلا أنت تحدثت أنه سابقا ربما كان هناك من يعمل بنفس سياسي وبالتالي إذا كان هناك خلاف ما بين كتلة المسؤول السياسية والكتلة التي منها الحكومة ربما تؤثر على عمل الحكومة هذا النفس الآن موجود مثلا في ظل هذه الحكومة يعني هو أشار الأخ أبو مصطفى إلى هذا الموضوع وشخصه بشكل دقيق جدا وقال أن الوزير الذي يدخل في كابينة محمد الشاعي السودان عليه أن يقضى امتداده بالكتلة السياسية الأخرى لأن هناك مشكلة حاسرة هذا واقعا ممكن أنت تعرف سيد عائد اليوم المعادلة السياسية تحكم جميع ما مضى عليه العرف السياسية إنها محاصصة سياسية بالتالي اليوم أنا إذا أريد أطلع مسؤول أريد أطلع مثلا وكيل وزيرا إذا أطلع محافظ هذا عنده كتلة سياسية راح تسمح لي هذه الكتلة السياسية؟ سيد صادق اليوم الموضوع مختلف تماما اليوم العراق وحكومة العراق لربما أن هذه الحكومة ما جت يعني منذ حكومة عبد الكريم قاسم إلى الآن ما جت حكومة لإدارة الدولة العراقية بمثل حكومة محمد الشاعي السودان هذا أمر طبيع جدا الزين القضية الأخرى أن المحاسبة مطلوبة وضرورية جدا وشفنا حصلت في الفترة الماضية أن هناك عملية محاسبة لمسؤولين كبار لشخصيات لوكلاء لوزراء لمدراء نزاهة عدد الجهود كبير جدا استقدمت الكثير من المطلوبين للقضاء العراقي من دول الجوار من مناطق بعيدة جدا استعادة أموان هذا يدلل على أن هناك صفحة جديدة والصفحة الماضية قد انطوى كل من يريد أن يتحصن خلف كتلة السياسية أو يتحصن خلف حسبه هذا اليوم ما عاد موجود مثل السابق اليوم هناك رؤية جديدة لإدارة الدولة العراقية على اعتبار أن الدولة العراقية اليوم ماضية في أن تكون مركز أو قطب أساسي في منطقة الشرق الأوسط وعليها أن تتجاوز كل الخلافات وكل المشاكل وأن تتخلص من كل تراكمات الماضية إن أردنا أن يصبح العراق قطب مهم وحيط وهذا ما يريد الأقليم ما يريد الدول العالم تريد للعراق أن يعود وأن يكون قطب كبير جدا في عملية يعني ليس كثير جدا في فاقة وفي عملية النقل وحلقة الوصل ما بين الشرق والغرب ما إلى ذلك فبالتالي الدولة العراقية إن بقيت تمارس ذات الإسلوب التي كانت يمارس في الحكومات السابق بعد 2003 إلى اليوم فبكل تأكيد ما راح تحباه بأي أو أعتقد أنه سيد عمار حكيم اليوم وضع أصبع على الجرح وشخص بشكل دقيب جدا عندما قال الدولة العراقية بدأت تعظى بإحترام دول المنطقة والعالم وهذا يدلل على أن هناك رغبة كبيرة جدا من جميع الشركاء السياسيين ومن جميع قادة الكتلة السياسية بأن يكون العراق دولة محترمة والعراق يستحق بأن يكون أكثر من ذلك هذه الخارطة خارطة القرارات في تقييم الإدارات وإيضا عملهم هذه تشمل من؟ الوكلاء المدراء العامين ممكن تشمل الوزراء أيضا؟ أخت العزيزة لا أعتقد أن هناك شخصية من الممكن أن تكون مقدسة أو بعيدة عن المسائلة الكل من الممكن أن يتعرض للمسائلة إن تلك أو أخطأ أو تجاوز أو استخف أو حاول أن يستهتر بالمال أو يستهتر بكل شيء فالدولة العراقية اليوم قلنا أن الدولة العراقية حتى تكون دولة مقبولة عليها أن تمارس أعلى درجات المحاسبة وأعلى درجات وتطبق أعلى درجات التنظيمات الإدارية التي موجودة في العالم هذا أمر طبيعي جدا أما إذا أرادت أن لا يعني ممكن تكون المحاسبة مع الشخص نفسه أو المسؤول نفسه بعيدا عن كتلته وبالتأكيد إحنا قلنا في هذا الموضوع وقلنا أن السيد محمد شاعسان قال بالحرف الواحد أن الوزير وزير في حكومة محمد شاعس سوداني مو وزير في كتلته وبالتالي محاسبته تقع على عاتق حكومة محمد شاعس سوداني والسيد محمد شاعس سوداني حصرا لا غير